موسيقى موجز أخبار الاقتصادية الأولى أهلا بكم كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الثلاثة أن المملكة المغربية قد أعلنت أنها ليست بحاجة إلى المساعدة الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر وحسب بيان لوزارة الخارجية أكدت من خلاله أن وزير العدل المغربي صرح يوم أمس بقبول المغرب المساعدات الإنسانية المقترحة من طرف الجزائر حيث أبلغت وزارة الشؤون الخارجية نظيرتها المغربية عن طريق القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء والقنصلية العامة للمغرب بالجزائر بتدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتعبئة ثلاث طائرات ذات سعة كبيرة بغية نقل مساعدات إنسانية إلى المغرب تتماشى مع الاحتياجات الضرورية في حالات الكوارثية الطبيعية كما توصل القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء مع خلية الأزمة مشاء على مستوى وزارة الشؤون الخارجية المغربية بغية ترسيم عرض الجزائر تقديم مساعدة إنسانية في الوقت الذي استكملت فيه أو استكملت فيه العملية وبعد إلحاء أو إلحاح من السلطات الجزائرية المختصة إلى تظاهرة وأمسية البارحة توصلت وزارة الشؤون المغربية مع القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء قبيل منتصف ليلة أمس حيث أبلغ المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية المغربية القنصل الجزائري بأنه بعد التقييم فإن المملكة المغربية ليست بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المقترحة من قبل الجزائر وأضف البيان أن الحكومة الجزائرية تأخذ علماً بالرد المغربي الرسمي الذي تستخلص منه النتائج البديهية نشرت وزارة المالية في بيان لها استقبال وزير المالية العزيز فايد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي حيث أفادت أن لقاء شكل مناسب لبحث سبل وأفق التعاون بين الجزائر وذات الهيئة لتشجيع الاستثمار الفلاحي ومرافقة الديناميكية التي أطلقتها الجزائر بخصوص فتح وتنويع فرص الاستثمار ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي اجتماعاً تقنياً في إطار التحضير للدخول المدرسي 2023-2024 وأفاد بيان لوزارة السكن أن الاجتماع تطرق إلى كافة التجهيزات التربوية المبرمجة لتسليمها لمصالح وزارة التربية خلال الدخول المدرسي حيث قام المدراء بعرض جميع الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بهذه المشاريع التربوية ومحارس الوزير يضيف البيان على حسن استكمال كل المشاريع التربوية التي توليها الحكومة أولوية خاصة مع التأكيد على تسريع وطيرة الإنجاز واستكمال الروتشات الأخيرة بالنسبة لتلك التي لم تنتهي بها الأشغال بعد وهذا لتسليمها قبل الدخول المدرسي لهذه السنة نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل اليوم الثلاثاء بينا هاما لكافة مكتتبيها عبر التراب الوطني من أجل التقرب واستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية استلام المفاتيح وأفاد بيان للوكالة أن هذا الأمر يتعلق بمكتتبيها الذين لم يستلموا مفاتيح سكناتهم المبرمجة للتسليم في الذكرى واحد وستين عدية لاستقلال والشباب المصادفة لخمسة جويلة الفين وثلاثة وعشرين واضفت أن يتقرب المستفدين إلى مصالحها التجارية في أقرب أجل ممكن من أجل استكمال هذه الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية استلام المفاتيح أكد المدير العام للوكالة الوطنية لمنتجلة الصيدلانية شريف دليح أن توقيف النشاط والغلق المؤقت للمخابر الصيدلانية هوب فارم راجع إلى إنتاج أدوية مغشوشة بعد لتائج عملية التفتيش التي قامت بها الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية ووضح دليح في تصريح لواج أن هذا الإجراء يخص أدوية منتجة على مستوى مواقع غير مرخصة من جهة وكذا تغيير التموين من عناصر النشطة والمواد الأولية من مموين غير مرخص وغير خاضع للمراقبة كما أشار المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية إن هذه الممارسات سبب كاف أدى إلى سحب جميع الحصص من السوق ووضعها في الحجز فضلا عن التعاني الغلق ووقف نشاط إنتاج مخابر هوب فارما في الشأنية الدولية ارتفعت العقود الأجل لخام برانت للتتقترب من مستويات الـ 91 دولار للبرميل في التعاملات الأسيوية المبكرة إذ يترقبوا مستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري والتي قد تبين ما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلن رفع أسعار الفائدة ارتفع سعر الخام القياس العالمي برانت 30 سنة ما يعادل 0.3% إلى 90.94 دولار للبرميل كما صعدت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 38 سنة إلى 87.66 دولار قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفستوك إنه من المتوقع أن ينتج القطب الشمالي في روسيا 64 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030 وضف بوتين أن الدمج خطوط أنابيب الغاز في شرق وغرب روسيا سيجعل تجارة الغاز أكثر مرونة إذ تعمل موسكو على إعادة توجيه المزيد من صادراتها من الطاقة إلى شركائها في الشرق بعيدا عن دول الغرب قال برنامج الأغذية العالمي إن خفض التمويل أجبره على تقليص حصص المساعدات الغذائية بشكل كبير في العديد من العمليات محذرا من أن ملايين الأشخاص يوجهون خطر الوصول إلى حافة المجاعة وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنها اضطرت إلى إجراء تخفضات في حصص الإشاعة حيث يمكن أن يبلغ 24 مليون شخص إضافي الجوع الطارئ خلال الأشهر الثانية الاثنى عشر المقبلة أي زيادة بنسبة 50% عن المستوى الحالي بهذا المشاهدين نختم موجز نهر اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة